لا بس انا بقولك الانتشاء بنقل على تقييمك بقى لسلوكهم لا 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 الاخوان دي حاجة تانية هم عملوا اه يعني دي قاعدة هي حضرتك بالكتاف السياسة لا 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 عشان كده الاخوان دي قوة سياسية ماشي حضرتك كنت بتحلل القوة السياسية ما تحللش القوة السياسية على حكاية افراد وخبال زعاتك ولا سوق تقدير حتى مؤسسات القوة السياسية لها مقاييس اخرى اه لها حسابات اخرى دي حاجة تانية الاخوان احنا هنحسبهم بس انا بسميها انا اللي حصل لمصر حاجة اسمها انا اصبحت مؤمن بها كالنسان بتتقال وكنت بقول يعني ايه ديت اوفر اللي هي العناية الالهية دايما انا عشان انا براجمتي شوية ومؤمن بالدين فمش ايه حتة ان لازم الانسان يعمل اللي عليه دي قضية بتشغلني جدا يعني مش ما ياللي فكرة انه مش ما ياللي فكرة ان انا صدق ان العناية الالهية ومصر المحمية الالهية ديت يعني بيتتقال دايما ودايما ممكن تلقطها في التاريخ بس لا 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 بس ما عدسه بعد مصر في 2011-2013 هنا لقطت بوضوح شديد جدا العناية الالهية المحمية الالهية وزي ما لقطتها برضه بعد 1967 ل73 بس خليلي الاول خليلي الاول اتوقف عند التعبير ده لا التعبير ده عشان نقول انه انه مصر انت بتعتبر انه مصر محمية الالهية دي مصر محمية الالهية ديت انا اه يعني ده تعبير عشان توصله عشان توصله هتاخد وقت عشان يبقى عندك يقين بيه وانا الوقت عندي يقين بيه يعني انا اقولها لك انه مصر محمية الالهي انه مصر محمية الالهي وانه يظهر لها القائد المناسب في الوقت المناسب الذي يتناسب معه طرديا مع الحدث وهذا حدث معه 73 مع السادات وحدث معه عفل تحسيسي في 2013 وحدث مع انبارك يعني اخبرك عندما جاء واحد بالمواصفات دي مصر كانت تحتاج بعد اختيال رئيس السادات بعد اختيال رئيس السادات ماشي ليه دي محمية الهي لان مصر كانت بنية ثالثة دخلت حروب اسرائيل بدون حسابات ولكن بنية خالصة وهذه النية يمكن ربنا يكافئ على مصر بعد خمس حروب صعبة يعني بانتصار ثلاثة وثلاثة يعني دية من ناحية الدينية بحتة لكن دعنا نقش الاسباب الموضوعية ماشي لما هنا حصل الانتشاء وانا ماشي حتى كان جنبي احمد موسى كان معم من معاه الحديث قلت له قفر 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 ونشان الكلام بمنتهى الشجاعة اني يعني انا قوة مصر ضخمة واني مش عارف ايه وانه مفيش قلق من الشوية العيال دي وبتاع واني بكلمه في التليفون بعد بشوفت المظاهرات فقلت له كده لازم الجيش ينزل بقى اه انت كده لازم ينزل انا احنا واحد حضرتك انت ده كلام كان تقريبا في عصر 28 لا لا في 25 27 قبل اه قبل 28 قلت له لا 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 ده الموضوع يتأخر الجيش لازم ينزل بساعتك زي ما عمل الرئيس مبارك بعد احداث الامن المركزي ونزل فرقة المشير ابو غزالة وامنت البلد في 24 ساعة ومصر كانت اامنة قلت له لا لا اتأخرنا الجيش لازم ينزل بقى الوقت قال لي احنا واحد قلت له انا اعرف ان احنا واحد بس لازم ينزل لان خلاص هما ركبوا الحصان الاخوان المسلمين في الميدان دي راحوا ركبين الحصان وخدوا بقى شوية ايه الكافر اللي انت شايفه هما بقوا الكافر الحصان بتاع الاخوان حطوهم قدامه حتى بتطلع كده كنت تلاحظ متلاقيش الاخوان في الصورة الاولى يعني كده الكافر السياسي هما ورا هما وقفين ورا بيديروا ايه بالرموت كنترول اللعبة السياسية فطبعا كل دول كانوا ما يومش حاجه في الارض فكانوا مسلطين اول ان حد بيجيبهم ويطلعوا في التلفزيون اه هم المتحدثين هم المتحدثين وحاجه جميل مره مره بقول له واحد برده بقول له بقول له خد بالك انا بتكلم على الكوات السياسية كده وبتكلم على الشعب كمان الشعب كان في جزء كبير جدا منه بنزل يتفرج على اللي بحسر هم لان اول ثورة تلفزيونية في التاريخ حصلت بعد 2011 اشتركوا في القناة